عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعاً مع وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي لاستعراض ومتابعة عدد من ملفات العمل واطلع رئيس الوزراء خلال الاجتماع على المحاور التي تضمنت نتائج جهود جذب القطع الخاص للتوسع في استثماراته في مجال البترول وكذا موقف الحوافز المقدمة بهدف زيادة الانتاج من المواد البترولية المختلفة اضافة إلى استعراض موقف توافر المنتجات البترولية في الأسواق المحلية في إطار الحرص على توافر أرصد استراتيجية منها لتلبية احتياجات المواطنين وتلبية احتياجات قطاع الكهرباء